اشتركوا في القناة اول شيء نبارك لكم دخول العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك ثم نتمنى من الله العلي القدير ان يزيع عنا وباء هذا المرض كما نتمنى ونطلب منكم ان تبقوا في بيوتكم يعني قدر الامكان حتى يرفع عنا هذا البلاء وحتى يرفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ عن الجميع وعن جميع دول العالم فيديو اليوم سيكون تكمل ان شاء الله لسلسلة دروس قربة الميل او قربة الميل الدرس الاول كنا قد عملنا يعني فك العين والحسد بقربة الميل رابطها سيظهر الان فوق الفيديو وفيديو اليوم سيكون حول قبول بقربة الميل وهو قبول مشهور في المغرب نتمنى ان تشتركوا في هذه القناة وتضعوا زر الجرس وتدعوا اصدقائكم الاشتراك في القناة كما نتمنى ان تشتركوا في القناة التانية الذي سيظهر رابطها الان فوق الفيديو حتى نتمكن من الاستمرار به فانا قبل ان نبدأ في هذا الفيديو اريد ان اجيب على سؤالين مهمين وهو اننا في بعض الاحيان نضع يعني تقريبا المكونات انا اقول المكونات يعني تقريبا تكون مكونات معروف فعندنا بعض التعليقات تقول بانك ليس عندك جديد وان دائما تضيف نفس المكونات نعم هي يمكن ان تكون نفس المكونات لكن التركيبة غير انا عندما اضع عشرين مكون معروف عندك ثم اضع تركيبة هي التركيبة التي تحكم وليس المكون هذا الجواب على السؤال الاول الجواب على السؤال التاني واننا لماذا نقفز على المواضيع مثلا انا وضعنا فيديو اليوم على قلب تلمين بكرة نضع فيديو على شيء اخر ثم نرجع الى قلب تلمين فهي حسب الحاجة فاننا نرى ما هو يعني يصلح ونعمله هناك سؤال ثالث هو لماذا لا نضع الفيديوهات في القناة التاني يعني لماذا لا اضع الفيديوهات يعني دوريا في القناة التانية فانني انتظر حتى يعني يكون فيها عدد مناسب من المتابعين ثم سنضع فيها قلت حتى يكون فيها متابعين يعني يتابعونها يعني كثر يعني متيسرين يعني على الاقل واحد القبر جيد من المتابعين ثم سنضع فيها فيديوهات دوريا ان شاء الله سنضع اثنان او ثلاث فيديوهات اثنان او ثلاث فيديوهات في الاسبوع ان شاء الله لانها ستكون قناة يعني اظن مهمة لذلك رتأيت ان اه حتى يكون فيها متابعين المهم نرجع الى فيديو اليوم فيديو اليوم سيكون قبول عام قبول عام قوي وبسيط وسهل يعني يمكن لأي يعني احد ان يحمله معه ليكون مقبولا عند الجميع بدون استعملوا لأي شيء للعمل لقضاء الحاجة للزواج لأي شيء هذا القبول سأضع المكونات العامة ثم هو مكونات قليلة لكنه قوي ثم تستطيع ان تضيف اليه لتقويه دائما نقول اما قطعة من فرج الدربان او قطعة من فرج الطبعة او مخضة وهو الارضاء هذا كزيادة حتى يكون قوي المكونات وهي قربة الميل عدد واحد تجهيزها يكون بان نضعها في حليب طازج مع زعفران وقطعة من المسك نضع زعفران شعر حبة واحدة او زعفة واحدة مع قطعة قليلة من المسك نضعه في الحليب الطازج ثم نضع كربة الميل ونبيتها ليلة كاملة وفي الصباح نستخرجها ويكون عندنا اسف المكونات كالتالي قطعة او قطعة من او اللبان الذكر الروحاني او الخارق عدد او لا يقل عن نصف جرام هنا الفكار لا يقل عن نصف جرام نصف جرام فمفا ثم حبة الى ثلاث حبات من حبة العشق ثم قطعة من ورق النصر وقطعة من جلد الاسد وقطعة من جلد الضبع وعين الهدهد اليمنى عين الهدهد اليمنى عين الهدهد اليمنى ثم ريشة جناح الهدهد اليمنى هذه هي المكونات هذه هي مكونات القبول العام قوي سريع فعال ماذا نضيف اليه نضيف اليه قطعة من اثرنا كيفما كانت جورب اي شي حتى ولو كان خيط من لباس لبسناه به عرقنا نضيفه الى المكونات نفتح الغري الجربة ثم ندخل فيها المكونات كلها ثم نلفه في قطعة من في قطعة من قماش ابيض نظيف ثم نحمله معنا واذا اردنا ان نعلقه في الهواء قبل ان نلفه في قطعة القماش نضع صورتنا فوق الجريبا نضع الصورة ما بين الجربة المملوءة وبين تعني نضع الصورة هكذا هنا الصورة هكذا مثلا ثم نلف القماش قطعة القماش ثم نعلقها في الهواء ثم نخرج تكون يعني عندها نفس تقريبا نفس تأتل ليس نفس تأتل نفس تأتل هو ان تحملها معك هذا هو الفيديو هذا قبول قوي وفعال ويعني ليس بمكونات فكما عودناكم نعيد المكونات حتى ننطيل عليكم ونضغط على الاخوان ويقولون طيل عندنا قريبة الميل عدد واحد الطريقة كلنا كيف نعدها للعمل نضعها في حليب طازج ومسكوة زعفران نضيف اليها لبان ذكر روحاني او خارق لكن لا يقل وزنه عن نصف جرام حبة الى ثلاث حبة اما تضع حبة او ثلاث بالفرد من حبة العشق قطعة من النصر عين الهدهد اليمنى ريشة جناح الهدهد اليمنى قطعة صغيرة من جلد الاسد وقطعة صغيرة من جلد الضبع ثم خيط او قطعة من اثرنا نحن اه الطريقة قلناها هذا هو الفيديو قلنا انه قوي وفعال ومهم وجيد وتراطي قديم حتى نكون على بي اذا اعجبكم الفيديو دعوا لنا زر الاعجاب دعوا اصدقائكم لاشتراك في القناة اشتركوا في القناة التانية كما قلنا لكم نحن ننتظر استفساراتكم كما نطلب منكم شيئا اخر وهو اننا نطلب منكم ان تدخلوا الى المدونة والى الموقع الرسمي لنا للعشاب عبدالله ستجدون رابطه في الوصف وستجدون رابطه فوق الفيديو شكرا لكم اذا اردتم اي شيء اطلبوه من الموقع او اطلبوه في تعليقات اليوتيوب هذا كل ما في القمر ان شاء الله مع وصفة جديدة وشيء جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى بحول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة